قيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تقف دائما صفا واحدا مع صوت الحق والعدل والشرعية ولن تحيد عن مواقفها المحبة للسلام وهو أمر تجلى من خلال مشاركتها في عملتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة ودعم الشرعية وأعرب سموه عن أمله في أن يعمل خير والسلام في هذا القطر العربي الشقيق وينعم شعبه بالأمن والأمان لواصل مسيرته نحو البناء والتنمية جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بمقر إقامته في قصر الشيخ حمد بحضور السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية حيث رحب سموه بفخامة الرئيس اليمنية الذي يزور المملكة وأشهد بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة وما يربط شعبيهما الشقيقين من صلات وروابط أخوية متينة منوها سموه بأهمية تحقيق الأمن والاستقرار والعودة بعجلة التنمية في اليمن نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يعود عليها بالخير والنماء وتحقيق تطلعات الشعب اليمني مؤكدا سموه موقف البحرين الثابت تجاه اليمن وشعبه الداعم للشرعية لحماية سيادته ووحدته وعروبته ووقوف المملكة إلى جانب اليمن في خدق واحد لحماية الأوطان من العبث المؤلم الذي يفضي لتفتيتها واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة في كافة المجالات حتى نرى يمنا عربيا شامخا كما كان من جانبه أعرب فخامة الرئيس اليمني عبد الرب منصر هادي عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على وقوفها إلى جانب اليمن من خلال مشاركتها في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل مؤكدا أن اليمن وشعبها لن ينسى للبحرين وقفتها التاريخية المشرفة إلى جانب اليمن وشعبه لإعادة أمنه واستقراره وتقديمها العونة والمساعدة للمتضررين من أبناء الشعب اليمني اشتركوا في القناة